مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء شهدت اليوم مباني كلية الطب والعلم البشرية حفل التخريج الدفعة الثامنة في مناسبة ترأس وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكايا حسن تايسو بحضور المعلمين وأقرباء الخرجين تقرير محمد صالح الحسين وقراءة سعيد أحمد حسن دفعة تخرجت وأخرى تنتظر وهذه تحتفل وعلى هذا النحو وصل عدد الدفعات إلى ثمانية عشر دفعة وكل هذا لكلية واحدة ضمن عدد من كليات جامعة جمينة كلية الطب والعلوم الإنسانية عمد الكلية الدكتور علي محمد موسى في كلمة الافتتاح قال رغم الأزمة الاقتصادية والإمكانات المحدودة تمكن الطاقم التعليمي من تدريب وتكوين أطباء متخصصين في النساء والولادة وجراحتهم العامة وهذا يعتبر إضافة مشرفة للطب عامة وللأمهات والأطفال على وجه الخصوص أما رئيس لجنة التحكيم وتقييم البحوث البروفيسور بير فرح تناول في كلمته أهمية الطب ودوره في الحفاظ على حياة البشر وتنظيم النسل وحماية الأسرة أما الكلمة الخاتمة كانت لوزير التعليم العالي والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور مكاي حسن تايسو شكر فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جهودهم المقدرة وتحملهم المشاق لإيصال هؤلاء الخريجين على ما هم عليه اليوم وأوصل الشكر والامتنان لصندوق الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية عشر خريجين في مجال الطب بعد سبع سنوات من الجد والمثابرة وبهذا يصل عدد الطلاب الذين تخرجوا من هذه الكلية إلى 478 خريجا